أهلا بكم إلى تفاصيل اتخذ أيضا وزير الموارد المائية حسين سيب خلال زيارة العمل وتفقد التي قدته إلى ولاية تيسم سيلت قرارا بتكثيف عمليات لاستكشاف المياه الجوفية في الولاية من أجل توفير المياه بشكل دائم وتنويع مصادرها ميكروفون محمد أغولايش أننا سنشر ابتداء من سنة المقبلة إلى تكثيف عملية استكشاف من أجل تجديد موارد مائية إضافية فيما يخص المياه الجوفية لماذا؟ لأن ولاية تيسم سيلت حقيقة سدود هذه فيها مياه حجم كبير يغطي بنسبة كبيرة حاجية الولايات فيما يخص المياه الصالحة للشرب والفلاحة وكذلك حتى في القطاعات الأخرى لكن هذا لا يكفي لابد تأمين الولايات من الوفر المائي